السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البرنامج اللي هو بلندر شخصيا دلوقتي بستخدم 3.6 في 4 و 4.1 ولكن لان انا ويانوي في شهر يونيون ان هيكون فيه سلسلة كاملة عن بلندر بالاضافات فان شاء الله خليني نبدأ مع اول درس بسيط وهو ازاي نستخدم او ننشئ متيريال الجلد دقينا احنا مش هنشاء من الاول ومصفر فيه الينك هسيبه في الوصف الينك دعا جمرود الماتيريال المجهنة تماما هنكتب صفر وبرشيز وطبعا نكتب الايميل ونقوم بالتحميل هنعود الى البلندر فيه دلوقتي الماتيريال الجلد هكذا اي ميزة او ليه نستخدم بروسجير البرسجير مش شرط احنا نعمل يوان رابنك ممكن نضيفها لأي اوبجيكت ممكن نتحكم في الالوان ممكن نتحكم في الاسكيل يعني البرسجير بس محلنا نتحكم في الماتيريال لكن لو طبعا الماتيريال الامج فعشان نتحكم في اللون او نغير اللون لازم نستخدم خامة اخرى او ننذهب لفوتشوب ونعدل في الالوان لكن البرسجير الممكن تضاف الى اي اوبجيكت ومش شرط طبعا نعمل UV Unwrapped ودي ميزة اللي بتوفر لنا البرسجير الماتيريال طيب اول شيء لما نحمل بلند فايل هيجي عندنا اللي هو بلسجير الماتيريال ممكن انا مبدئيا اخفي هذا واضف بلين لازم يكون عندنا في feature set ده بلين ممكن نضيفها لأي اوبجيكت طبعا الماتيريال بتعتمد على فلازم يكون في عندنا او في عندنا عدد كبير من البرتكس بعد كان يجي على ابنت نضيف الماتيريال للفايل عندنا يكون في فايل هكذا نذهب الى الفايل وماتيريال الماتيريال يكون اسمها متيريال طبعا هي متيريال التانية ويابنت هنضيف الماتيريال كالتالي نضيفها هنا تظهرت الماتيريال هكذا دي كده الماتيريال اللي عندنا ظهرت بهذا الشكل ممكن نضيف ايضا خم هكذا يفضل نضيف ده يكون smooth shading و لو ذهبنا لو ذهبنا الى shaderator هنجد ان عندنا ممكن نتحكم في اللون فانا اقول ان اللون الجلد هيكون وليكن ممكن يكون لون الجلد اي لون ممكن نقول هذا اللون وهذا اللون هيكون white ونقول ان ده ممكن يكون هذا اللون الازرق طيب ده كده تحكمنا في اللون ممكن نتحكم طبعا في radius ده كده نتحكم في البرامترز الoverall scale ممكن نقول ان ال scale عبارة عن 14 الباطن radius ممكن نزود الباطن radius 1.6 الباطن height ممكن نقول 0.7 أو 0.8 الرنكل ممكن تكون 2 أو ممكن تكون اكتر ايه ممكن تكون 14 ال distortion هنا distortion للرنكل هل هي منتظمة ولا عفوا هل في distortion ولا منتظمة ده كده distortion ده كده بدون بفنس 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 نضيف الجزء معين هكذا الصين والباقي ممكن اي material تانية فده بساطة زي نستخدم او نضيف laser material زي حان شايفين ضيفنا laser material لجزء معين فقط ده كده بساطة زي نضيف laser material في خلال ثواني زي ما قلت في بداية السلسلة كل يوم هرفع درسين والسلسلة ككل هتكون بحد ادنى ان شاء الله 100 فيديو هاود ارفع 100 فيديو خلال هذا الشهر او اكثر و الى اللقاء في الدرس القادم